بسم الله الرحمن الرحيم نواصل حديث عن واجبات ولي الأمر ومن واجبات ولي الأمر الواجب الإداري فينبغي لولي الأمر أن يستعين في إدارة الدولة بالأكفاء الناصحين قادرين على تحقيق أموحات الدولة فيوليهم الولايات ويضع التنظيمات المناسبة التي تعينه على ذلك ولا يتشاغل عنهم حتى في أمور العبادة أقصد عبادة النافلة فيجب عليه أن يهتم وأن يتابع وأن يكلف من يتابع حتى تنهض الدولة والأمة إداريا وأيضا ينبغي أن يستحدث في الجانب الإداري من الأنظمة والتدابير التي توافق أحكام الشرع ما يعينه على القيام بواجباته على أحسن حال وكذلك ما يؤدي إلى إنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن أيضا القضاء على الفساد الإداري ينبغي أن يسعى إلى القضاء على الفساد الإداري وتجفيف منابعه بسد المنافذ على هؤلاء المجرمين الذين يستغلون مناصبهم وولاياتهم في الفساد والإفساد ويأخذ أموال الدولة عن طريق الرشوة وعن طريق التساهل في تنفيذ المشروعات وصرف الملايين على المشاريع ربما تكون مشاريع وهمية فيكسبوا من وراء هذه المشاريع أموالا محرمة لا تحق لهم فينبغي أن يهتم الإمام بهذا الجانب أو الرئيس بهذا الجانب أو الملك يهتم بهذا الجانب حتى يمنع الفساد الإداري لأن الفساد الإداري إذا فش في دولة أسقطها وأحلكها نسأل الله السلامة والعافية أيضا من واجبات ولي الأمر ما يتعلق بالجانب السياسي فعلى ولي الأمر أن يقوم على أمور الأمة بما يصلحها بما يصلحها وبما يؤدي إلى تقدمها وتطورها ومن ذلك أن يحمل المسؤولية للأمة بمشاورتهم وترك الاستبداد بالأمور وعليه أن يكفل حرية الأمة في اختيار من تراه مناسبا وفق أحكام شرع الله عز وجل وكما ذكرت سابقا أن يمنع الفساد وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب هذا فيما يتعلق بشكل مختصر بواجبات ولي الأمر التي هي تعتبر كما ذكرت حقوق للشعب أما الجانب الآخر فهي حقوق ولي الأمر على الشعب كما ذكرنا أن هناك واجبات على ولي الأمر إذن أيضا له حقوق هذا ولي الأمر على الشعب وعلى الأمة من هذه الحقوق وجوب عقد البيعة للإمام وعدم الخروج وعدم الخروج عن هذه عن هذه البيعة هذا الأمر الأول الأمر الثاني تعظيم أمر السلطان وعدم إهانته أو تحقيره العمر الثالث من حقوق ولي الأمر على الأمة وعلى الشعب السمع والطاعف غير معصية الله عز وجل كذلك من حقوق ولي الأمر على الشعب هو محبة ولاة الأمر والدعاء والدعاء لهم ونأتي على هذه الحقوق بشيء من التفصيل إذا قام ولي الأمر بما وجب عليه من الحقوق للأمة وهي واجبات ولي الأمر التي تعتبره حقوق الأمة كما سبق ذكرها فإنه يجب له على الأمة أيضا حقوق أولها وجوب عقد البيعة وعقد البيعة هذه من الأمور التي اهتم بها الإسلام وجاء التغليض على من ليس في عنقه بيعة وأيضا جاء الترهيب في أنها تنقض أو يخرج أو يخرج على الإمام أو أن يخرج على الإمام دون مبرر شرعي والأدلة قد جاءت في بيان ذلك منها حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله ومقيا ما لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية ثانيا من حقوق ولي الأمر على على الأمة وعلى الشعب تعظيم أمر السلطان وعدم التقليل من هيبته قال ابن عثيمين رحمه الله فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى التنفير تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا الأمر هو عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن من القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى وكذا من القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها هذا ما قاله ابن عثيمين رحمه الله وهو كلام نفيس ومهم خاصة فيما نحن فيه في هذا العصر فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة الملك والأمراء فإن ذلك يؤدي إلى الفساد لأن الناس تتكلم في العلماء ولم يثقوا بكلامهم وتكلموا في الأمراء وتمردوا على كلامهم فإنه حينئذ يحصل الشر ويحصل الفساد وعندنا أمثلة كثيرة في واقعنا ليست ببعيدة عنها نسأل الله أن يكفي المسلمين من كل شر وأن يحفظ دماءهم وعراضهم فالواجب أن نذهب إلى مذهب السلف الصالح من تعظيم السلطان وعدم إغالي القلوب على السلطان حتى وإن حصل منه الشاء قد يراها البعض أنها أمور لا ينبغي أن يفعلها لكن لا يجوز الخروج على الإمام مداما مؤمنا بالله ويقيم الصلاة حتى استأثر بالمال أو استأثر بشيء من الحقوق التي ينبغي أن يصرفها إلى الشعب ترجمة نانسي قنقر